هنى سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول رئيس المجلس الأعلى للشباب ورياضة رئيس الاتحاد البحريني للعاب القوة هنى جميع المنتسبين والعملين في جميع حقول الصحافة والمؤسسات الصحفية بمناسبة يوم الصحافة البحرينية الذي يصادف السابع من مايو من كل عام والذي يأتي تنفيذا لتوجيهات جلالة الملك المفدى بتخصيص هذا اليوم للاحتفاء بجميع منتسب الصحافة البحرينية وأكد سموه أن الصحافة البحرينية شهدت نقلة نوعية في العهد الزاهر لعاهل البلاد المفدى عبر المشروع الإصلاحي لجلالته الذي جاء ليكرس حرية الرأي والتعبير والذي اعتبر الصحافة جزءا رئيسيا في نهضة وتقدم البلاد وتنميتها الشاملة كما اعتبرها السلطة الرابعة مضحا سموه أن الصحافة لعبت دورا مهما في تحقيق المملكة العديد من المكتسبات أبرزها تعزيز مبدأ روح المواطنة والانتماء وتغليب المصلحة الوطنية وأضف سموه أن الصحافة البحرينية قد نشطت وبشكل واضح من خلال الزيادة الملحوظة في مجموع الصحف اليومية بل إضافة إلى صحفتين باللغة الإنجليزية التي احتلت مكانا في الساحة ناهيك عن النشرات الصحفية والمجلات ووسائل التواصل الاجتماعي وغيرها من المواد المرتبطة بالصحافة والتي يعتعكس ما تتمتع به البحرين من مساحة واسعة من حرية التعبير وأشد سموه بما حملته المضامين السامية في الكلمات التي وجهها جلالة الملك المفدى حفظه الله في اليوم العالمي للصحافة خلال العقد الفائت والتي حملت رسائل واضحة تؤكد الدورة الجوهرية الذي تلعبه الصحافة في بناء الأوطان وهي ركيزة أساسية لمواصلة التجربة الديمقراطية الحية التي تعيشها البلاد في العهد الميمون لجلالته أيده الله وإنها معيار طبيعي لقياس مستوى التحولات الديمقراطية والتنموية لقياس المنجزات في المملكة وقد وجه سموه الشكر والتقدير لجميع منتسبي الصحافة البحرينية على ما يبذلونه من عمل متميز يعكس الرغبة الصادقة في مشاركتهم بعملية بناء وتطور المملكة مقدرا سموه دورهم الوطني المسؤول ومتمنيا لهم دوام التقدم والإبداع بما يسهم في تقدم الصحافة الوطنية والذي ينعكس على إبراز إنجازات البحرين في جميع المجالات ترجمة نانسي قنقر